السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم بهاي السلسلة الجديدة من يعني اروع الراوترات حاليا بالاسواق اللي هي جونيبر يعني من جونيبر نتوركس طبعا اللي حمسني زيادة اني يعني اعمل فيديوهات عن جونيبر انه يعني هس حاليا خلينا نحكي انه في توجه كبير يعني من خاصة اه يعني الشركات والمزودين بخدمات الانترنت علشان اه يستخدموا جونيبر راوترز فشيء جميل يعني انه نلقي نظرة اه طبعا حاليا انا على جينس ثري و اه يعني اعمل فيرشوال ميشين طبعا جونيبر بجزء يعني انا بجزء اه يعني لاحظت شغلة انه هم حاولوا اه يتجنبوا كل المشاكل وكل اه يعني الصعوبات اللي عانتها سيسكو لحتى ما طورت الراوترز والسويتش ستابونها بحيث انه هي استفادت من كل هاي الخبرات اللي يعني اللي تعرضت لها الشركات الثانية فا يعني مثلا سيسكو عندك اه راوتنج انجين وكذا اه لا جونيبر قالت يعني اه خلينا نعمل راوتنج انجين وفوروردنج انجين يعني زي ما تحكي واحد بفكر والثاني بيشتغل اه فهاي طبعا بيخليها اسرع اه في كمان عندنا كثير مزايا يعني خاصة طبعا هون انا اه بعدني على اليونيكس شيل يعني اه يونيكس شيل اه اه اللي هي يعني هو خلينا نحكي سوفتوير يعني برنامج مركب على اه فري بي اس دي اه اه فاذا بدنا ندخل على الجونس فبنا نحكي سيال اي اه حاليا نحن صورنا على اه جونيبر يعني على الراوتر نفسه اه في عنا طبعا مجموعة كبيرة من من الشو اسمه من الخيارات هون بس طبعا هاي الخيارات انه للا خينقول في عنا اه يوزر مود يوزر بريفليج مود و يعني في عنا global configuration مود و specific configuration مود فانا هون حاليا باليوزر مود طبعا ما في عندي غير شو بنج اشياء بسيطة يعني فلو حكيت له مثلا شو انترفيسز تيرث فانت شايف هون انه ما في عندي اشياء كثير حتى اه جيجابيت ايثر نت مش موجودة هون فعلشان تدخل لا يعني انت شايف هسا حتى كيرسر عندك تحت اذا ملقي نظرة انت اه روت فخلينا اول شي انغير يعني هون طبعا configure ما في configure terminal اه طيب نعمل set system host name مثلا جوني بار طبعا هاي مش راح يعني لازم لازم تعملها كومت بس انا حاليا ما يعني ما وصلنا لموضوع الكومت واللي ما بدون كومت يعني متى لازم نعمل كومت او او شو شو اللي بسير لما نعمل كومت يعني شايفين هسا حاليا نتغير عندك الكيرسر طبعا هون عندك يعني مجموعة من الاشياء زي مثلا show systemối uptime chapter representative ار chauffاج اذا عمل عمل so systemuptime اه هون مستنيا احنا شايفين ان ان في عندك uptime protocol started كذا بس انا ما بهمني هلاشيي بجي باجي بعمل هكي بفينا طرق ثانية clar IS نعمل display لهاي الأمور. فمثلا بحكي له show system uptime. بعدين بحكي له match مثلا time. فبحكي لي انه هون عندي current time وهذا اللي بدي اياه مثلا اخدت اللي بدي اياه. اللي هي يعني زي كأني بحكي له بس السطر اللي فيه تي اي ام. او الليه time يعني. في مثلا عندك كمان كثير هاي يعني هاي بدك تركز عليها. اللي هي show interfaces there. بتبين لنا كل يعني كل الانترفيس واذا بدك تاخد detail. او detail. 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 فطبعا هي بتعطيك يعني detail information. عن الموضوع. يعني تعطيك ابسط ويعني اقل 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 درجة من من خلا نحكي. او لا اكبر درجة من التفصيل يعني والذكر ابسط المعلومة. اه كمان نحكي كمان عن شغلة انه اه اه راوترات و switches تبعت تبعت جونيبر. اه فيهم اللي هي الاسك. application specific integrated circuit. طبعا الاشي الحلو براوتراتهم و سويتشاتهم. انه كل انترفيس يعني انا مثلا عندي تبع frame relay او serial انترفيس. الاسك تبعته بيختلفن عن ال ethernet انترفيس. بيختلفن عن ال e one line. اه 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 بيختلفوا عن مثلا تي one line. اي سك. بيختلفوا كمان عن ايش. عن خان نحكي. يعني يعني كل 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 انترفيس كل نوعية. يعني سواء ايثر نيت اه فيبر اه 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 صونت اه اه مثلا اش دي اه اش دي ال اه كذا. كل اي سك بيختلف عن الثاني. طبعا application specific integrated circuit. يا هاي الى دخل بالالكترونيات. طبعا اه لما تيجي تصمم انت اه specific integrated circuit لشيء معين. اكيد انت راح تصمم و تكون مثالية لاداء هاي الوظيفة. اه كمان مثلا اه خلينا ندخل على او مثلا اذا بدك تشوف ال configuration. فانت بتقدر تكيشو configuration. configuration. فهنا طبعا ما في عندنا يعني configuration كثير. اه طبعا هاي انت شايف هون مثلا فينا web management http وكذا. services. طبعا اضع انا ما حطيتهم يعني. اه اه انا فينا two interfaces to ah i-by addresses. طبعا هودو انا حطيتهم بس ايك عشان اجربوا اعمل شغله. هاي انا ما مش اه يعني انا بس اضافت هدول هون اللي هم وان سفين دو سكستين وان ففتين ومية اه طبعا في كمان هون اه طبعا راح نشيلهم فا اول شي اه خلينا ندخل اه يعني نحط مثلا خلينا ندخل نعمل ندخل configuration mode فبعد ما ندخل configuration mode مثلا خلينا نحكي اه set interface او لا خلينا ندخل اه edit interfaces ما ندخل بعدين set interface interfaces لا set مثلا gig e كذا zero description مثلا يعني هاي zero zero خلينا نحكي connection to router مثلا to خليشي حلو طبعا الاشي كمان الحلو براوترات juniper اللي هو شغلة الكمت ما في اشي بتم الا بلما تقول له كمت يعني حاليا نحنا قاعدين بنكتب عبارة عن text او لما شفت فوق عبارة عن اه يعني tagd اه عبارة عن اه علامات تنصيص واشياء مثل هيك موجودة عندك بالconfiguration فا انت ما في اشي اه في مثلا عندك كمت وفي عندك خيارات يعني انا مثلا اذا بدي احكي له كمت فانا بحكي له شيك على يعني اعمل افحص الكمت انه ممكن ينجح ولا لا فمثلا بحكي لنجح لو حاليا عملت كمت بتمشي الامور مثلا هاي مهمة اذا كنت بشتغل من بعيد وقلت له كمت كنفيرمد مثلا ايه بعشر دقايق خلال عشر دقايق اذا ما قلت له كمت ما ما حطيت كمت فساعتها بيرجع لconfiguration زي ما كان يعني افرض اني انا قاعد بشتغل على الراوتر من مكان بعيد على firewall فحطيت policies انه يعني سياسات انه ممنوع حدا يدخل للراوتر ممنوع يكون فيه connection ممنوع كذا فجأة عملت كمت بفقد الاتصال لكن اذا عملت كمت confirm 10 دقائق فانا بعد 10 دقائق مباشرة رح تلتغي العملية وبهاي الحالة بعرف انه اموري تمام ولا مش تمام هاي شغلة ممتازة كمان يعني مفيدة خاصة اللي بشتغلوا من بعيد يعني مثلا كمان انت لو اجيت حكيت له نعمل اكزيت وكمان اكزيت كيلو طبعا هون بدك تعمل كمت ولا بلاش تعمل كمت من قلو يس نعمل كمت فا كمتت اكزيت نو نو اكزيت نو نو فا اكزيت كوبورتت بتعمل كمت مثلا كمت كونفيرمت كونفيرمت ان ون المونمت بعدنا بحكي له كومت طبعا لان احكيت له كومت فخلاص بتلتغي العملية يعني ما رح يسير طيب بتحكي له شو كمان شغلة الرول باك الرول باك يعني احنا حاليا عملنا كومت لو حكيت له شو بس شو كونفيرمت لو قلت له شو كونفيرمت لو قلت له شو كونفيرمت طبعا عندك اول شيء بيكون عندك الباسورد فوق بكون انا الانترفيسز والكونفيرمت اللي جاي تحت الانترفيسز بدي اجي وين عالدسكريبشن هون انا مريت عنها هاي مثلا هاي شايف دسكريبشن كونكشن تو ارتو هسا حاليا لكن لو اجيت انا حكيت له شو رولباك شو سيستم رولباك مثلا وان فهو بحكي لي هاي وان كونكشن تو روتر تو طب ماشي شو سيستم تو ما اتوقع هون يكون اه هاي شايف ما في هاي الانترفيسز ما في لكن هون موجودة فأنا اذا مثلا مش عاجبني التغييرات اللي احدثت على الراوتر فبقدر اجي احكيله اه 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 لازم ادخل تهلو اه We can نقول بالنشارك Dean بعدين نحكي له نحكى لاني لازم احكي له كمه الان run show configuration راح يعني هاي يعني كثير ممتازة يعني انه في انا عندي نسخ بقدر اعمل يعني بقدر ارجع لورا بقدر اقدم لقدام بقدر اعمل مليون شغلة بديها يعني ما مثلا انه في موضوعنا دائما طبعا في عندك تسع تسع مراحل في عندك من يعني هون مثلا رولباك عندك من زيرو اللي هي حاليا يعني لو حكيت له run run show رولباك أو show system رولباك أو ليش show system show system run run show system رولباك شو شو رولباك شو زيرو هي نفس يعني نفس اللي احنا حاليا فيها show system رولباك نفس show system configuration فانا عندي هون شو same في كمان عندي طبعا طبعا اكيد لما تيجي اول شيء رح تعمله انه set تعمل set ل password set system route authentication plain text password بعدين طبعا بتدخل الباسورد تبعك بعدين تيجي بتحكيله comment طبعا بدون comment ما مت اشي انت اه في كمان شيء مهم خاصة بالشغل في يعني اه في مجال يعني في مجال انت حاليا بتشتغل مجال مختبر فانت بتشتغل على السويتشيز والراوتر زو اشياء هاي طبعا هاي هاي بتوفر لخدمة رائعة مثلا load system load factory default factory default كيلو اكتيفيتين فاكتوري default بعدين بعد ما تعمل اكتيفيتين فاكتوري default بتحكيله set system root password وبعد ما اضيفهم هاي بتحكيله comment طبعا هاي الشيء رائع ليش انه كل شي بيرجع لا اصله اه طبعا في عندك كمان مجموعة من الامور انه كيف اه يعني مثلا اه خليني نحكي يعني مثلا خليني اعمل exit من هون وحكيلو شو اه شو شو اه شو سيستم شو سيستم اه او لا شو شو كون كونجوريشن بعدين بحكيلو display اه اكسامل طبعا هون بورجيني طبعا هاي علشان هاي الشغلة اه يعني اه جونيبر اه نتوركس اه اخذت خلينا نحكي اه دعم اكبر من الشركات والهاي بحيث انك انت بتقدر تصمم applications و انت شايف انه كل هاي بتقدر تدخل عليها من routers من كذا كون عندك سيرفر هاي في عندك ووب ما نجمع شي فانت بتقدر مثلا تصمم سيرفر معين والسيرفر هذا يطلب من كل ال routers يبعثوا له بيانات من كل البورتز وهدول بس يبعثوا البيانات على اساسهم بقدر يحدد كيف يعمل توجيه للبيانات تبعته او كيف يعمل اه يبني خططه مثلا لا اه لا لا الاشياء يعني لا خلينا نحكي اه يبني خططه علشان يزيد الباندوث علشان يزيد يعني السرعة الى اخره اه بس بجوز هاي يعني مبدئيا اه يعني الاشياء اللي انتو بتحتاجوها او يعني لو حكيت له شو مثلا انترفيس اه ديسكريبشن اه ديسكريبشن فانت حاليا ما في عندك ديسكريبشن لانه كانت موجودة وحذفناها اه وحاليا يعني ها بيكون هيك وصلنا لانهائة هاي الفيديو اه شكرا للاستماقكم السلام عليكم ورحمة الله